لبيك اللهم لبيك أهلا بحضراتكم وجولة جديدة من جولات اليوم في تغطية خاصة لمناسك الحج في رحلة الذنب المغفور بإذن الله بداية جولتنا هتكون من إعلان بعثة الحج السياحي تفويج الحجاج إلى مشاعر عرفات افتداء من عصر اليوم لأداء الركن الأعظم من الحج غدا السبت بعثة الحج السياحي وجميع شركات السياحة المنظمة للحج وعددها 1298 شركة اتخذت كافة الإجراءات والتجهيزات اللازمة لسهولة تصعيد الحجاج إلى صعيد عرفات ثم نفرتهم لمشاعر مزدلفة قبل أن يتوجهوا لصعيد ميناء لاستكمال مناسك الحج وقسمت بعثة الحج السياحي أعضاءها من وزارة السياحة والأثار وغرفة شركات السياحة ل 17 لجنة فرعية وده لتوزيعهم على مخيمات الحجاج بميناء وعرفات بكافة مستويات الحج السياحي الثلاث البري والاقتصادي والخمس نجوم والتواجد بين الحجيج على مدار الساعة لمتابعة أحوالهم والتدخل الفوري لحل أي مشكلة بتواجههم الحقيقة كل الروحانيات الواردة من الأراضي المقدسة بتزيد قلوبنا وأنفسنا تعلقا بالرحلة المباركة اللي هنسمع جزء من تفاصيلها مع ضفنا اللي بينضملنا هاتفيا من مكة المكرمة شيخ رمضان عبد المعز دعية الإسلامي شيخ رمضان برحب بحضرتك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سزدينا تحية حب واحترام وتقدير لك ولمشاهدين الأكارم في كل شبر من أرض الله تحية حب واحترام لكم من الأراضي المقدسة الحمد لله بفضل الله تبارك وتعالى أحرم الحجاج اليوم يوم التروية البعض ذهب بحول الله وقوته إلى المشاعر المقدسة بداية من ميناء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليصلوا خمس طلوات في ميناء الحياة لو احنا بتهفوا عشان تصاحبكم في رحلتكم المباركة ولا يساعدنا طبعا إلا أننا نستمع ونستمتع بكلام حضرتك وانت موجود حاليا هناك وسط الحجيج عشان توصف لنا الصورة المباركة اللي بنتبعها على شاشات التلفزيون اتفضل أنا عايز أقول لحضرتكم أن كل الحجاج الي موجودين هنا مشاهدين الأكارم هم صفراء لكم احنا ضيوف ربنا سبحانه وتعالى ولنا البشرى بقول النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام الله مغفر الشيخ رمضان يعني أستأذنك نحك تعيد علينا مرة أخرى الحديث عشان الصوت كان يعني بينقطع من ترى إلى أخرى بحب أبعث رسالة طمأنينة لأهلين اللي لم يتمكنوا من أداء الحج والله فكرنكم وابندعلكم وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال الله مغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج بواسي كل إنسان لم يتمكن من الإتيان إلى الأراضي المقدسة وبقوله يتاب المرء على نيته إن شاء الله يا رب الله معمين طيب طمنا بقى على أحوال الحجيج المصريين الموجودين في محيطك على الأل خصوصا مع التفاع درجات الحرارة اطمئنوا علينا واطمئنوا على أهليكم احنا مش ضيوف أي حد احنا ضيوف الملك جل شأنه اللي النبي علمنا أن الحديش والأمار هم وابد الرحمن فاحنا ضيوف ربنا نطمن كل أهلنا في بلدنا على كل حج موجود هو في رعاية الله هو في عناية الله احنا ضيوف ربنا واحنا الزوار حرموا طبعا كل تأكيد بكل تأكيد يعني احنا بنكلم على ارتفاع درجات الحرارة يعني هتكون ايه يعني جزى الله جزى الله القائمين على الحرمين خير الجزاء الحمد لله الأمور المكيفة حتى في المشاعر المكيفة فيها زي رباد الماء المبرد وما فيها المخيمات والحمد لله الأمر بسهولة ويصر جزى الله القائمين على هذا الأمر خير الجزاء يا رب الله مأمين وطبعا يعني هو حد دلوقتي موجود على صعيد عرفات مش كده لا احنا التفويق لعرفة فيه ناس هتتفوج الصبح ان شاء الله وفيه ناس هتتفوج الليلة يعني يعني أنا ان شاء الله ضمن مجموعة كبيرة أول المصريين حنبات الليلة في عرفة بإذن الله ان شاء الله بإذن الله ربنا يكتبها لكم وبكرة ان شاء الله سيكون الوقوف بعرفات وان شاء الله دعوتنا لمصرنا الحبيبة الغالية ولكل شعوبنا ولكل المنطقة ولكل أهلنا في فلسطين طبعا احنا والله ما بننسى أحد في الدعاء بندعي للمرضى وندعي للأموات إن ربنا يرحمهم وندعي للمبتلين طبعا بوجه رسالة من أرض الحرمين لأولادنا أبنائنا في السنوات الأزهرية طبعا بندعي لكم يا أولادنا ما تقلقوش ربنا حيوفتعكم طبعا احنا عايزين نسمع هذا الدعاء ونختم به يعني هذه الجزء المهم الحياة والبداية الجميلة من حلقتنا النهاردة بدعاء لأبنائنا من السنوات العامة لمصرنا لأهلنا في كل مكان اللهم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا رب العالمين ونحن ضيوفك يا كريم نرفع أكفة ضراعة إليك احفظ اللهم مصرنا من كل مكروه وسوء المسلمين والمسالمين واكشف الغمة عن هذه الأمة وانصر إخواننا في فلسطين ووفق أولادنا يا رب العالمين كن لهم عونا ونصيرا وسندا ومعينا واجعل لهم من لدنك وليا واجعل لهم من لدنك نصيرا اللهم يا قاضي الحاجات اقب حوائجنا أجمعين والحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحب أجمعين وأعبالكم جميعا يكونوا على عرفات السنة الجاية إن شاء الله ادعي لنا بقى يعني دي أماني شكرا يا أختي دينا شكرا جميلتنا العزيزة بشكرا على رفتك شكرا جزيلا شيخ رمضان عبد المعيز حج مبرور وزن بمقبور بإذن الله لحضرتك وكل الحجاج يعني ضيوف الرحمن فأنا بشكرك شكرا جزيلا شيخ رمضان عبد المعيز شكرا جزيلا وترجعوا لنا بالسلامة إن شاء الله بإذن الله شكرا جزيلا